أعلنت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في المملكة عن موافقة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن على عودة اجتماعات فرق الشبيبة الأسبوعية لمختلف الرعاية لفئات الإعداد والثانوي والجامعية والعاملة بعدداً محدوداً ووفق شروط الوقاية والسلامة العامة وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي بين الأعضاء وعدم المصافحة والتقبيل وارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي وعدم إقامة الأنشطة الصيفية المعتادة ومخيمات المبيت وعدم استماح كذلك بإقامة اجتماعات البراعم والدرجيع على استخدام تطبيق أمان لجميع المسؤولين والأعضاء أيها الأخوات بعد توقف طويل نسبياً منذ شهر أذار الماضي تعود لقاءات الكشافة والشبيبة إلى عهدها السابق وأعني المشطات الأسبوعية وليس المخيمات الصيفية مع مراعاة التحفظات التي تصدر عن وزارة الصحة هناك ثمن محذير كتبت وعممت منها المحافظة على التباعد الاجتماعي وهو متر ونصف بين كل شخص وشخص يفضل القيام بالنشاطات في الساحة العامة لأنها تتسع لعدد أكثر من الشباب يفضل أو ممنوع المعانقة والمصافحة ويجب وضع الكمامات وأيضاً تعقيم اليدين هناك أيضاً توصية بعدم استعمال الأوراق إنما استعمال المواد الإلكترونية وإلى آخره من التحفظات والمحذير التي أوصت بها وما زالت توصي وزارة الصحة نحن نشكر الله على أن الأردن بقي سالماً رغم أن الدود المجاورة قد أصيبت بالعدوى بأعداد هائلة بفضل توصيات وزارة الصحة اليومية وتطبيق التعليمات من خلال الأجهزة الأمنية والتواقم الصحية الأردن يتعافى وأصبح منخفض الخطورة ونشكر الله على هذه النعمة ونصلي من أجل شفاء العالم كله من هذا الوباء الفتاك وأتمنى للجميع نشاطات جميلة في هذه الفترة